اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في قدرة الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي على تعزيز الجهود التنموية في افريقيا وانها ستكون حاسمة ايضا لاستكمال عملية اصلاح الاتحاد بشكل مؤسسي وضمان صيانة الاستقرار الامني والسياسي في القارة الافريقية في ضوء ما يتمتع به السيد الرئيس من خبرة ورؤية سياسية وتنموية ثاقبة اخذا في الاعتبار ان الرئاسة المصرية تأتي خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتي تفرض بدورها تحديات ضخمة اللقاء تناول التباحث حول تطورة عدد من الملفات الرهنة على الساحة القارية كمستجدات الاوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الافريقية وجهود تسويتها سياسيا وفي مقدمتها الملف الليبي وكذلك تطورات معالجة مشكلة اللجوء والنزوح القصري بالقارة باعتبارها موضوع العام بالاتحاد الافريقي وخطوات الاصلاح المالي والاداري للاتحاد الساعية نحو تطوير آليات عمل المنظمة واخر الاستعدادات لانعقاد القمة الافريقية المقبلة بالنيجر كما تم التوافق في ذات السياق حول استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة مع اعراب السيد الرئيس عن ترحيب سيادته بلقاء رئيس المفوضية بصورة دورية لتأسيس مبدأ عمل ثابت خلال عام الرئاسة المصرية ينطلق من حرص مصر على دعم وتعزيز العمل الافريقي الموحد ومتابعة آلياته